أن رمضان صبحي سليم مية في المية ده كلام دكتور خالد محمود أن رمضان صبحي سليم مية في المية وأنه لا صحة لما يتردد عن سفره إلى ألمانيا للتأهيل والتأكد من سلامته قبل نزول المال وأنا قلت لكم حاجة قلت لكم الفكرة إن إحنا دلوقتي بينا حابين بس فكرة التنطيط والجري والكلام رغم والمسألة ما بقتش واضحة في الناد الأهلي بالنسبة للإصابات مستشفى الناد الأهلي تحتاج إلى حسم حسم لهذه الإصابات والملفات فرمضان صبحي قال لك هيروح ألمانيا هيعمل تأهيل وقال لك إن هو في الناد الأهلي مش عارف ممكن ما يلعبش سانداونز وكانوا قالوا هيلعب السوبر وجائز له السوبر ما فيش وضوح في الرؤية ما فيش وضوح في الرؤية لكن دكتور خالد محمود أكد إن النهاردة رمضان صبح نزل التدريب وعمل التدريب كله وكان لعب من أول الإحماء لحد نهاية التقسيمة كلها فبالتالي أكد سلامته وقدرته على مشاركة في المباريات وأكد لنا إن مسألة إن هو يشارك من عدم ده قرار المدير الفني لكن هو أكد لنا سلامة رمضان صبحي طيب فيه حتة تانية كان فيه كلام اتقال إن هيسافر رمضان صبحي إلى ألمانيا بحيث إن هم يتطمنوا عليوا كلام منه هي بتبقى اللعيب عنده وساوس خايف يرجع فتتفاقة من الإصابة بتبقى حالة نفسية كده ليه؟ لأن الراجل نهاردة رمضان صبحي كابتن منتخب مصر أولمبي وبإذن الله يشارك في دورة توكيو نهاية السنة دي ليه عنده عروض من فيرونتينا وعنده عروض من أودونيزي للانتقال إليهم وبالتالي فكرة الآن إنه يشارك فيبقى يبقى الإصابة ترجع أو حاجة فيتقص فده بالنسبة لرمضان صبحي هتقول لي هيلعب ولا مش هيلعب مع سنداونز يوم السبت مع النادي الأهلي مباراة قوية مباراة ثقرية مباراة رد الاعتبار مباراة استعادة الثقة من جماهير النادي الأهلي خاصة بعد اللي حصل فيه مباراة السوبر وخسارة السوبر وبالتالي دي مباراة مهمة يحتاج فيها الأهلي إلى جهود إلى جهود وإلى أداء الكابتن رمضان صبحي فالدكتور أكد سلامته طيب عندي جزئية تالتة عن شريف إكرامي شريف إكرامي واحد من كبتن النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي المفقفين واللي بيمتلكوا عقلية كبيرة وحلوة ومحترمة شريف إكرامي ناس كتيرة جدا قالت أنه وقع ثلاث مواسم لبيراملز أنا أول واحد أتكلم في الموضوع قلت إنها مفاوضات لأملك تأكيد إنه وقع من عدم تواصل أحد الأصدقاء بفريق الإعداد مع كابتن شريف إكرامي وأكد أنه لم يوقع لنادي بيراملز لم يوقع لنادي بيراملز والعرض كان خمسين مليون في الثلاث سنين لكنه موقعش كابتن شريف قال إنفو على الثاني التوقيع لنادي بيراملز وإنه مش أنا اللاجه في توقيت زي ده في توقيت زي ده إنه هو ي أعمل هيصة وقالأ وكلام من ده ولا أقدر الظروفة التي يمر بها النادي الأهلي العظيم في هذه الأحداث وتلك الأوين طيب فهو هنا ما عملش إيه موقعش لنادي بيراملز ولكن هناك مفاوضات بين الناديين فاللهما أستاذ محمد ده بالنسبة لكابتن شريف إكرام جاي لي هنا سؤال من أحد الأصدقاء بيقولوا إن رمضان صبحي توعد إمام عشور بعدم الانضمام للمنتخة بعدم الانضمام للمنتخة عاوز أقول على حاجة اللي عملوا إمام عشور هو ده اللي دفع الكابتن شوق غريب فورا إلى إعلان عدم انضمام للمنتخة اتنين هو أصلا ما بلعبش مش موجود في الصور تلاتة هو كذاب 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 لما هو طلع زعم لاعتداء عليه وعلى سيارته مش أجيب كلام من عندنا بقى هقول تحريات المباحث في البلاغ اللي تقدم كذاب وجمهور النادي الأهلي لم يعتد عليه ولم يعتد على سيارته ولا فيه أساس من الصحة لهذه الكذبة وتلك الفرية على جمهين النادي الأهلي المحترم قال تحريات أكدت ده بقى خبر منشور في قسم الحوادث مش في الرياضة يعني مش ناس بقى لها بتحب وتقرأ ولا لها علاقة لا ده في قسم الحوادث قال لك أكد التحريات أن إمام عشور لم يتعرض للاعتداء نهائيا وأن سيارته سليمة 100% وأن الموضوع أن الكويتش بتاع العربية ريح بتحصل مع أي حد ريح فمشي على الجنط لحد فين لحد الراجل بتاع الكويتش ده الموضوع ده اللي شاهد بيه كمان بواب البيت اللي هو ساكن فيه واللي شاهد بيه بتاع الكويتش ده التحريات اللي اتعامل إذن فكرة إثارة الرأي العام زي ما بيعمل خلد الغندور طول الليل بيقول لك الاعتداء على طريق حامد ومام عشور طب فين اللي اتداء طب فين العربية اللي كسرت طب فين الناس اللي كسروها ولا فيه حاجة من دي فبتيجي التحريات تؤكد كذب إمام عشور وكذب ادعاءاته وأتمنى أن يمتلك خلد الغندور ورفاقه شجاعة الاعتذار أحمد ضيفي ولك المثلي حبيب وحيتسموح مضيفي ولك المثلي حبيب لو احنا موطلة ما بقى فيه فتنة ان عايدة انك تخش تشتم احنا بنقول تحريات المباحث مش بنقول كلامنا فلما قولك تحريات المباحث ومتعجبكش الأستاذ أحمد ضيفي وداخل تشتم اسموح ما تضيفي ضيفي ازاي بقى ده انت لضيفي ولا نيل غرفة مصيبة تاخدك مش ممكن تبقى ضيفي أبدا ولا ضيف حد محترم بقولك تحريات المباحث تشتم هو أنا صاحب القرار هو أنا صاحب القرار أنا مش صاحب القرار ده بنقول تحريات المباحث قالت انه لم يتعرض للاعتداء وانه سيارته سليمة وانه آخره ان الكويتش رايح مثال العربية يبقى فين هنا اعتداء جماهيري الأهلي اللي أنا طول الليلة عمال أقول كلام مالوش أي أساس من الصح يعني ما شفناش إمام عشور بولد ناخد غرزتين ولا اضربت قلمين ولا شلوتين ولا جلام من ولا العربية تكسر فيها كذا وكذا وكذا إذن مثل هذه الأكاذيب والافتراءات هي ما تسير الفتنة وتجعل غضب الناس اسموح ما تضيفي ولك بالمثل بردو مش هالك أكتر من كده ولك بالمثل لا أنا أطلع عليك وعلى أمثالك فالفكرة انك انت النهاردة عمال طول الليل تقعد ساعتين تتكلم وجمهور الناد الأهلي الذي اعتدى على إمام عشور وطريق حام فين يا ابن اللي اعتدى على طريق حام فين اللي اعتدى على طريق حام انتو بتصنعوا الأكاذيب والافتراءات وبتعيشوا جواه وبتقعدوا تردد ترددوها طول الليل عفوا بما يدفع الناس إنها تقول معقول وإزاي يعملوا كده فين أهو نشر الخبر حتى في جريدة الوطن قسم الحوادث الأستاذ محمود الجرحي والأستاذ الجهان عب عزيز مش خبر في الرياضة ده خبر رسمي عن تحريات المباحث في الموضوع بتاعي يدى على إمام عشور طب إمام عشور هل هو بالنجم المؤثر مثلا اللي حد يبصله أو يفكر فيه أو كلام من ده لا طب لا طبعا عايل قليل أدب وما ترباش ورح يعتدى على نجم كبير بحجم واليد سليمان والناس كلها أرفانة منه وزعلانة منه تبدأ ممكن يبقى حاجة في الكرة وعمره ما يبقى حاجة ليه لأن الكرة أدب ويحترام شوف عبشافي يا أخي شوف أدب محمد عبشافي وشيكته ورقيه شوف أدب محمد عبشافي اتعلمه منه اتعلمه منه الأدب والاحترام والرقي والإخلاص والرجولة وكل حاجة محمد عبشافي فأمام عشور كذاب أشير وتحريات المباحث أكدت أنه لما تعرض لإعتداء وعربيته زي الفل وكل حاجة وأن كل ما يقال يوميا من الأستاذ خالد الغندور في هذا الإطار هو كذب وافتراء على جماهير النادر أهلي وأكدته تحريات المباحث وأكدته تحريات المباحث فأيازم اللي قبل مواحد يسير الفتنة وطلع لجمهور الأهلي وإعتاد على أمام عشور وطريق حامد وعربيته كسرت يا ابني فين العربي فين العربية المكسر طيب فين الدرب اللي طريق حامد خده طيب فين الإصابات فين فين الآخر إنه باحث تأكد إن كل دي فتراءات خيالية طيب عاوز أقول حاجة تانية طالما نتكلم على النادر الزمالك عاوز أقول إن الزمالك عنده مباراة مهمة أمام الترجي طبعا الزمالك يعتبر في نزهة لإنه قد أداء رائع في مباراة الصور والترجي ماشي منه أهم ستة لعيبة بعد نهاية أفريقية وقايمة الزمالك بس بقى فيها عند غياب يوسف أوبام بيقوله مصاب رغم إنه في آخر مباراة طالع زي الفل يا مباراة الصوبر طالع كامل وسليم وزي الفل لو كانت الفكرة إنك تلعب في التشكيل فأنت ممكن تدفع التمن غيل لكن طول ما أنت عندك محوري ارتكاز في طريق حامد وفرجاني ساسي